يعني أنا ليه يعني في الوسط الفني ناس كتير حبايب قوي يعني وربنا بيحط للواحد في طريقه ناس بيشوروله على ببان بيفتحوله ببان من الناس دي كان الله يرحمه الشاعر الكبير سيد حجاب اللي عرفني بالمايسترو شريف محي الدين اللي عن طريق المعرفة دي غنيت في حفلة افتتاح مكتبة سكندرية والحفلة دي كانت يعني هي كانت وقدها صيغة صبغة دولية شوية من كل قارة جايبين فقرة فنية فكان من الشرف الكبير ليه ومن حسن حظي أن أنا أكون ممثل لمصر وقارة افريقيا والعرب جميعا في حفلة افتتاح المكتبة يوم 16 أكتوبر وغنيت أنا المصري بأوركسترا غربي كله توزيع جديد توزيع موزع دنماركي وقائد الأوركسترا نرويجي والأوركسترا نفسه معظمه من أوروبا وجزء كبير برضو من مصر والحمد لله برضو الأغنية دي كانت بالنسبالي خطوة مهمة لحاجات كتير بر مصر بقى حصل حاجة لطيفة يومها الرجل بعد ما خلصنا الحفلة الموزع الرجل القائد الأوركسترا اللي هو النرويجي ده قال لي أنا مسافر بعد بكرة فهل ينفع؟ هو شايف قدامه في البارت غناء أحمد جمال ألحان سيد درويش كلمات بيرم التونسي توزيع الرجل الدنماركي ده فقال لي أنا مسافر بعد بكرة وأستأذنك بس لو ينفع تخدني أسلم على سيد درويش اللي ملحن ومعرفش مين بقى سيد درويش معرفش إنه مات سنة 2002 كان سيد درويش مات بقى له 79 سنة فقلت له قلت له ده الرجل المات ما كانش مسدق والكلام ده خلاني فعلا أتأكد من عبقرية سيد درويش الفضيعة دي إنه هو رجل كان فاكر إن اللحن معمول للحدث لافتتاح المكتبة لألفين واثنين للاشتراك زوروا موقعنا الفاتي في دوت كوم أو اتصل على الأرقام التالية ألفا قنوات الأسرة العربية